شفت ببابة بصيرة التعصب نهاردة ميدو نزل صورة له مع كابتن خطيب أو مبارح وفجأة سيل من الهجوم من الزمالكوية ومن جمهور الزمالك أولاً شفت ده إيه؟ أول حاجة طبعاً أنا شخصياً بيقابل الخطيب في أي حتى بنسلم على بعض وكنت بعزي في زوجة الععب زكريا ناصف الله يرحمها وطبعاً قابلته أو سلمته على كل الناس عادي يعني في حاجة اسمها اختيار التوقيت الزكي يعني أنت دلوقتي شايف الحالة محتقنة وجمهور الزمالك متضايق أولاً عادي أنت سلم على الحطيب طبعاً وتتصور معاه توقيت نزوله الصورة ميزاكي؟ ميزاكي؟ كمان مرة بقولها ميد مرة على فكرة ميدو أنا بحبه جداً يعني وفي نفس الوقت كمان دخلت في وصلة خناء ملقاش أي معنى يعني ما كنتش تجريت لخناء أنت نجم وكبير ما تطلعش معه مزيع تقوله من أميره لأن أنت من أسبوعين يا ميدو كنت بتقوله على أمير ده عظيم ولازم تدرسه إزاي الرجل ده مسك النادي مدير كرة عظيم ما ينفعش بعد أسبوعين ترجع تقوله عكس الكلام اللي أنت قلته وكان الأبدى بيك أن أنت أولاً ما تنزلش الصورة لأنه ملاش أي معنى ده في التوقيت ده ولما تنزلها والناس تهاجمك أنت ما تردش خلاص سيبي الموضوع يمشي ويخلص وخلاص خليني أرى لك هو كتب إيه صباح الخير بتشتم من مبارح أنا وعيلتي عشان اتصورت مع كابتن خطيب يعني لا يخرب بيت اللي بعالوكو التعصب وبعالوكو فكرة العداء وإن إحنا بيننا حرب واللي بدع اللجان الإلكترونية والترندات وقال على فكرة لو شفت محمود الخطيب كل يوم هروح أتصور معاه وده اللي تربيت عليه أن يحترم الكبير وقدره واحترم الناس اللي عمل التاريخ وده اللي بعلمه لولادي أنهم احترموا الكبير واحترموا أي حد اجتهد وأخلص لعيكو هو الكلام يبدو جميل بس هو ما بغوش طبعاً أنا بحترم الخطيب وبحترم كابتن طاص معين ليه شايف أنه التوقيت مش ذاكي التوقيت فيه حالة احتقان والجمهور الزمالك حاسس أن النادي لسه مغلوب من الأهل ولسه خارج من الكاس ولو مرتضى منصور مش موجود لكان رئيس النادي وفيه مليون أكيد إحنا مش في ظروف طبعية صح؟ فحاسس أنه هو بيستفز الجمهور بالظبط